تمرين في كتاب النشاط أيضا معاني تمرين A صفحة 89 89 يشرحنا أيضا كلمات هنا بطنين إياهم في تمرين وإحنا جبناهنا على هذا التمرين يقول شقة مؤثثة شقة مؤثثة حملة مسافرين من تذهب في حملة مسافرين يسموها package deal boarding card البطاقة مالصعود الطائرة أكيد هي يسموها boarding وحتى أنتم سمعاني بالمطارات يقول الروح نساوي boarding يعني السماح بالطيران sea front واجهة البحر يعني احنا نقول الشرفة على البحر travel agency وكالة السفراء وإحنا نسميها السفارة packed launch غداء معلب أو غذاء معلب معلبات إحنا نسميها المعلبات sightseeing معالم المكان أو مشاهدة أو نزهة نشوف بها العالم car hire لها تأجير سيارات car hire لها تأجير سيارات if we get a frog in spain we come buy food and at the market and make a win our meal كلمة make a win يعني صنع الخاص بين الميل ميل طعام أو وجبات الوجبات الخاصة بيني أنا مسافر وين أقدر أسويها أنا بنفسي يقول بنفسنا نصنع بنفسنا الوجبات مالتنا وين أكيد إلا شقة مؤثثة يعني يصير أنت قاعد في فندق وتقوم تطبخ وهاي وام وين عندك حتى طبخ ماك يعني أكل ما يخلك يطبب للغرف فأكيد إلا الشقة المؤثثة اللي هي self catering apartment let's know كلمة not go لا نذهب وين تذهب يقول choose our own hotel حتى نختار هنا يقول to choose لكي نختار ال own hotel هم رجعت هنا هنا اون ميل اللي هي طعامنا بالشقة المؤثثة زين اون هوتل هوتل اللي هي يعني فنادقنا بأنفسنا شلون تختار الفندق بنفسك لازم أنت ما تروح بحملة لأن إذا تروح بحملة أو الحملة يقعدك حتى لو بكوغ هو اللي مأجرهن وانت تعرفون هذا الشيء number three I can't find my فراغ كلمة plane get on the plane الصعود بالطائرة كلمة plane هي تكفيك اللي هي لها علاقة بالboarding card let's go for a walk along the فراغ this evening what sunset كلمة sunset غروب الشمس غروب الشمس وين ت يعني أغلب شيء يعني واحد يحبه أكيد على السي فرونت اللي هي واجهة البحر وكاتب لك add in السعد ستريت يعني في شارع السعد if you order now the kitchen كلمة كتشين مطبخ الكتشين مطبخ مو دجاد مو دجاد عبالكم كتشين مطبخ شيطينا الكتشين أكيد هي باكت لانج كلمة لانج غدا أكيد لها علاقة بالمطبخ فباكت لانج يعني الأكل المعلبة أو الغداء المعلبة لأنه نحن في فندق فما معقول صيان ومن السؤال في اللي أنت تعرفوها number 7 I spent the morning at the beach and in the afternoon we did فراغ كاتب لنا here took lots of photos أخذنا الكثير من الصور وش وقت أنت تاخذ صور غير إلا تطلع في سايدسينج يعني تطلع في نزه أو في سفرة معينة فأنت ما تاخذ الصور إلا في سايدسينج أخذنا الكثير من الصور في الثمانية we can't relay on public transport on that island you should find out about فراغ so you can travel كلمة more independently more independently يعني أكثر استقلالية شوكت أنت تسافر وتطلع بأكثر استقلالية ما حدي زحمك عندما تطلع سيارتك الخاصة أو تأجر سيارة خاصة ما حدي يضايقك بها بس إذا تصعد ويعبر نحن ندري بها أنه أنت مضايق ما تقدر يعني حتى تحتي لأنه مو بكيفك أما هنا يعني أكثر استقلالية فأكيد نأجر السيارة كار هنا على هذا التمرين الآخر اكثر سايز سي بايج 103 بكتاب النشاط أيضا قدكم كلمة يعرض hospitality ضيافة المستشفى فالمستشفى الضيف أي واحد يجي ما ترجع واتدخل المستشفى إذا كان من منطقتك أو غيرها فلذلك يسموها الضيافة يعني دار الضيافة هي حتى المفروض نطلق عليها دار الضيافة المستشفى وأطلق عليها المستشفى لأن هي دار للشفاء فأخذت هاي التسمية مثير أو مترف يعني شي فخم إحنا نقول علي luxurious فخم especially خاص especially خاص و spectacular مذهل spectacular مذهل أول جملة هاي لازم أنت تحفظ شباب إحنا متفقين أنا أتفقت إياكم من البداية أنه أنت تحفظون هاي الكلمات وأنا أدليكم على الكلمة الدالة كلمة bout bout قارب أكيد هي fairy extremely comfortable comfortable يعني اللي هي extremely comfortable اللي هي هنا كلمة comfortable مريح إذا شي مريح هذا شنو شي سمون عليه فخم أو مترف يعني هذا مريح يعني صير عالي إذن هي أكيد luxurious something which ain't wonderful to look at يقول wonderful شي رائع الرائع اللي هو مذهل spectacular something special كلمة special هاي داتباعوها منافسها هاي بس حاطي لها الواي إذن هي يعني متشابهة fine welcome 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 هاي الكلمة well come إذن هي fine welcome الترحيب الحارة والترحيب الجيد شي سموها hospitality الضيافة وانت عندك كلمة welcome هي مرحبة ومرحبة اللي هي اللي هي اللي هي علاقة بالضيافة hospitality show كلمة show وانتو ماخذيها data show اللي هي يعني أداة العرض واعدكم الشو ببرامج أو في قنوات موجودة كلمة show يعني قناة العرض أكيد هي discipline يعرض exercise صفحة 110 أيضا بال activity book تحفظوا لهاي الكلمات اللي فوق اللي هي seat belt حزام أمان self catering apartment هسا أخذناها معناها شقة مؤثثة five star hotel ما يعني ما حاجة يمكن أعتقد أنت كلكم تعرفوا five star hotel فندق خمس نجوم و sky resort منتج جليدي sky resort منتج جليدي boarding card هسا أخذناها طاقة الصعود للطائرة و packed lunch أيضا غداء معلب يعني معلبات if you lose this you can't get on the airplane كلمة airplane هي طائرة أكيد هي boarding card كلمة winter holiday winter holiday عطلة شتوية العطلة شتوية وين تروح بها لتزلوش كلمة sky resort luxurious هنا شي فخم شي مترف أكيد five star hotel كلمة place to stay where you cook you own food own food هسا أخذناها كلمة الطعام بأنفسنا شوك تنسوي بالسيرف catering apartment hotels will often give you الفنادق تعطيك full day execution ليقول إذا قمت إقامة يوم كامل فهنا الفنادق تعطي تعطي طعام معلب ولكن مو أكل من هذا يعني اللي إحنا نعرف hotel will give you أو هنا تقدر تستخدم full day execution إقامة ليوم كامل full كامل day يوم وإكس إقامة إذا قمت بالفندق يوم كامل أكيد هما راح يطوك pocket launch this protects you when you are driving driving سياقة flying طيران بالطيران وبالسياقة شي سوي أكيد seatballot ما تنساهن ولا وإحنا بالعراق إحنا ما المستخدمين بس يعني هو مطلوب ومهم عدنا في كتاب الطالب الملون صفحة 55 الدرس الثاني overdraft facilities وسائل السحف الزائد من الرصيد انت تحفظ لي بس كلمة over إذا ما تقدر تحفظ الكلمة كلها لأن هي الطوكميها فover يعني زائد أو يعني شيء كثير هنا minimum balance minimum balance الحد الأدنى من الرصيد يعني أقل حد من الرصيد و ATM جهاز الصراف الآلي اللي هي بطاقة keycard يأخذون من عنده و credit card fee رسوم بطاقة الاعتمان طبعا كل بطاقة يأخذون عليها رسوم اعتمان عليها خافوا الضيع حتى يطلعون غيرها يقول هنانا the ability to use more money كلمة more money more كثير money فلوس و overهمنا كثير فأكيد هي overdraft facilities smallest amount كلمة small صغير amount كمية كمية صغيرة اللي هي minimum balance تحفظونا هذاني شباب إحنا متفقين يعني بس أنا ندليكم على الكلمات machine كلمة machine هنانا يعني آلة وعندك كلمة withdrawal withdrawal يعني السحب آلة تسحب منها فلوس آلة machine يعني آلة withdrawal اللي هي هذي معناها السحب فأكيد هي ATM اللي هي صراف الآلي money you pay كلمة pay تدفع هن كلمة هنا money أنت تدفع هن الفلوس إذا أنت تدفع هن في نهاية كل سنة وإذا ما تريد كلمة credit card هي تبعوها شباب هنا عندك كلمة credit card نفسها اللي هي credit card fee تمريين المعاني صفحة 141 تمريين exercise C بال activity أول كلمة عندنا withdrawal السحب طبعا هنا سحب الفلوس يسموها with the draw current الحساب الجاري يسموه current balance receipt اللي هي قرض أو يعني نسميها سلفة وvalue قيمة أو هنا حجم حفظوا أن هذا راح أدليكم على الكلمات فراغ current comes with a check كلمة check يعني psych check أريد فلوس check يقول هنا دفتر أو كتاب السكوك دفتر السكوك اللي يا حساب اللي جوية الحساب يعني دفتر سكوك أكيد هو الجاري اللي هو current account يجوية دفتر سكوك فأنت كلمة check هي تجي ويا current ويا الحساب الجاري you can فراغ هسا قلنا لكم ATM machine كلمة ATM machine هو الصراف الآلي تسحب من عنده فلوس اللي هي withdrawal to buy something you can bank ask the bank تطلب من البنك شنطلب من البنك قابل ندعي نفلوس أكيد لا أكيد هو القرض أو السلفة أيضا المعاني صفحة 149 لدينا الكلمة register يسجل application طلب admitted مقبول أو معترف به conference مؤتمر enhance يحسن و qualification أيضا مرت علينا هاي الكلمة مؤهلات رح نجي نحفظ هن وأدلك على الكلمة you can frog your computer skills كلمة skills أو computer skills مهارات الحاسوب بشي يحتاج لها دائما تحتاج لها تطور أو تحسين اللي هي enhance you must send لازم ترسل اشترسل طلب أو رسالة فأكيد هي application طلبات أو طلب بهذا اليوم طبعا التكملة بعد عليكم يقول number three many scientists كلمة scientists علماء هاي الكلمة scientists علماء العلماء دائما أما وين يرحون لو اجتماعات لو مؤتمرات أكيد هي conference اللي هي مؤتمر because she is excellent painist هنا painist يعني عازفة piano excellent painist بسبب انها هي عازفة piano كلش يعني ممتازة اميرا اميرا بوز فراغ good music school كلمة good music هنا انت تعفظ هاي الكلمة excellent painist عازفة موسيقة يعني كلش ممتازة اكيد معترف بها او مقبولة في كل الجامعات you can for the class by completing a form online ممكن ان على صير بالصف بواسطة completing forms احنا نقول عليها باي كوم اذا تملي استمارة completing a form يعني انا اكمل استمارة وبعدي ادازيتها اي لكم انتوا سويتوا اكيد راح سجلوني بالصف او سجلوني في السراء او سجلوني في اي مكان حصلت على وظيفة جيدة او ما حصلت على وظيفة جيدة الشغلة متعلقة بال في هذا التمرين احنا اكسرسايز اي صفحة 149 عدنا كلمة intensive مكثفة placement اختبار تحديد المستوى placement test test هي اختبار و placement تحديد المستوى course fees اجور الدورة او اجور يعني الكورس الكامل maximum اعلى حد maximum الحد الاعلى طبعا هنا اكو خطأ بالطباعة هي الحد الاعلى mandantery اجباري mandantery اللي هي الاجباري شي اجباري on the first day اول يوم من تروح شي يسولك حتى يعني يعرفوك انت زين مو زين انت كطالب اكيد يسولك placement test اول يوم يختبروك وبعدين تمشي بالمادة many students or many students take on فراغ language course اللغة او دورة اللغة شون تكون عندك intensive مكثفة اكيد دورة اللغة او اي لغة عامة تكون مكثفة the فراغ number كلمة number هي رقم الرقم تجي ويا اعلى حد او انزل حد maximum اعلى و minimum انص او يعني ادنى فهي كلمة number you have to pay كلمة pay انتش تدفع اكيد تدفع عنا course fees اللي هي اجور الدورة اه ولوان ما يدمنعتكم طبعا مجاني لله number five a qualification رجع على كلمة qualification اذي مرهات هو مرهات هو عادها qualification مؤهلات زين المؤهلات شبيهة بالانجليزية يقول study in English انت تدرس بالانجليزية وبحت لازم شي يكون عندك اجباري اذا كانت المؤهلات مالتك في دراسة الانجليزية لازم تكون هاي الشغلة اجبارية لان انت تدرس بالانجليزية فاكيد لازم تكون عندك اجباري صفحة 166 اكسرس بي ادنا كلمة separate sheets برنامج الجداول هذا يستخدم شبه الاسل بالحاسوب فينيو قاعة انهانس يحسن او يطور شارت الصدقات و chat اللي هي انتو تدرون اكو برنامج اسمه wechat او الدردش على الانترنت يسموه chat number one a computer program كلمة حاسوب وبرنامج برنامج الحاسوب برنامج على الحاسوب يزدع اللي هو separate sheet number two the place where you hold a course place يصير بي كورسات يعني يصير بدورات او كونسيرت حفل الموسيقى المكان اللي تقيم بالدورة مالتك او الدرس مالتك اكيد يسموه فينيو قاعة كلمة improve هي تأتي مرادف ايضا improve هي يطور enhance يحسن نفس المعنى organization اللي هي المنظمة او هنا عندك كلمة rises money for people اللي يعطي فلوس للناس من ولي ينطيهم اكيد تشارج الصدقات انت تصدق على الناس talk يتكلم talk يتكلم وهنا عندك كلمة internet كلمة التكلم بالانترنت شي يسموها chat وايضا في تمرين 166 تمرين c عندنا كلمات librarian librarian مكتبي medical طبي enroll يسجل و supervise مشرف او يشرف و هنا conference مؤتمر خلي ندور كلمة libraries مكتبات نفسها librarian يعني ما حاجة انه اصلا تقراها libraries نفس librarian هنا عندك كلمة doctor doctor هي الطبيب اكيد medical طبي او اشياء متعلقة بالطب هنا عندك كلمة course الدورة او الفصل الدراسي او يعني الكورسات شا سوى انت بها حتى اصير انت بالانجليزي اكيد تسجل دورة حتى انت تحسن الانجليزي مثل ما انتو تدخلون دورات في بقية الدروس يقول if you am manager اذا انت مدير اكيد اذا انت هناك كلمة manager مدير شا سوى ال other implies other implies هناك الموظفين الاخرين اكيد supervise المدير شنو انت بس حفظ كلمة manager مدير اكيد هو دور supervise يشرف على العمال والمدرسين والموظفين الاخرين number 5 عندك كلمة scientist ايضا رجعت النا ومعناها العلماء العلماء scientist العلماء اكيد هما ما عندهم شغل غير بس المؤتمرات والاجتماعات اللي هي conference صفحة 174 بكتاب الطالب طبعا اللي هو activity book Barry يدفن whilst نفايات أو نفاية pollution تلوث encourage يشجع بيري يدفن whilst نفاية وعدنا pollution تلوث و encourage يشجع number 1 فراغ to put something around cover with the earth cover احنا ما اخذي حتى انتو كنا هاركم تبدلون بالموبايلات و جبت لك وما جبت لك اذا cover هي غطاء with earth earth ارض انغطي بالقاع يعني شنسوينا بيري دفن هنا كانت بنا materials that are left المعادن اللي انت تتركها والمخلفات اللي انت تتركها شي سموها نفاية وست damage the air damage تدمر الهواء والماء اذا انت دمرت الهواء والماء يعني سويت لوث اللي هي الدامج وهنا نكاتب انه someone انت شخصا ما does something اذا انت يعني تفعل شخصا ما شيئا ما شو راح يسوي انكاريج تشجع يعني اذا واحد اخذ درجة لازم انشجع فيقول someone does something شخصا ما فعل شيئا ما انشجع اللي هي انكاريج اي صفحة 181 buried يدفن هسا اخذناها bury او buried wisely بحكمة limit حدود replace يعوض او يعني يأتي بمثابته renewable متجدد deforestation قطع الغابات يعني تدميرها spoil يفسد و essential ضروري او جوهري و regulations تعليمات regulations تعليمات افراغ continue many spices هنا عندنا كلمة spaces يعني مجالات of animals مجالات الحيوانات وين حكيت هنا deforestation انت بس تحفظ كلمة spaces of animals will disappear يعني اماكن التواجد الحيوانات ستختفي اذا بلشنا deforestation اللي قطع الغابات scientist علماء العلماء عندك هنا damage the environment خواه ما يدمر البيئة لا هنا عندك كلمة damage ساخذناها معناها يدمر فيدمر البيئة لا ما يدمرها العشي سوي لها وضع حدود لتدميرها اذا limit حدد تدمير البيئة wind frog resource أو source كلمة source of energy يعني مصدر لطاقة المصادر هي لو متجددة لو قديمة فهي هنا renewable 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 اللي هي متجددة we have to follow of safety كلمة safety among الامان الشي يحتاج لتعليمات اللي هي regulations التعليمات safety safety امان أو سلامة وهنا regulations تعليمات if we for the trees that cut trees اشجار cut قطعناها cut down يعني قطعناها ارضا الاشجار اللي قطعناها لازم شنسويلها replace تبدل أو نعوضها